يتردد شوقي ثلاث مرات أسبوعيا على مركز قادرين لعلاج وتأهيل مدموني المخدرات في الخطوم بعد أن وصلت حالته الصحية مرحلة الخطر قصة شوقي مع المخدرات بدأت منذ فترة طويلة حيث تحصل على أول جرعة منه بواسطة شاب مغترب ظن منه أنه سيجعله يشعر بالسعادة طوال اليوم هذا العكس تماما فتفقد أي شيء بتفقد أصحابك بتفقد أهلك بتفقد مالك بتفقد صغتك بين نفسك شخصيتك بيخليك يعني كده الزول ما عندك لا مبالع المخدرات بأنواعها المختلفة انتشرت في الخطوم بشكل لافت وأصبحت تشكل خطرا يستهدف صحة الشباب هكذا تقول الحكومة التي قرعت ناقوس الخطر عقب ضبطها عدة مرات حاويات محملة بالمخدرات استوردتها عصابات مجهولة تنشط في عمليات البيع والتوزيع لكن ما اعتبر تحولا خطيرا في أبعاد هذه القضية هو محاولة تلك العصابات توطين صناعة المخدرات في السودان من خلال استجلابها ماكينة تنتج نحو 72 ألف حبة كيبتاجون خلال ساعة واحدة فقط نحن ندارين عام 23 تكون قالة من المخدرات يا جماعة لأنه يدمر مستقبل الشباب ومالهم في التنمية العامة تفتقر الجهات العاملة في مكافحة المخدرات إلى إحصائيات جديدة لهذا العام لكن تقارير رسمية قالت إن نحو 13 ألف حالة متعاطي دخلوا إلى مراكز علاج الإدمان من المخدرات عام 2020 رقم يشكل تحديا كبيرا أمام الجهود التي يبذلها هذا المركز الحكومي الوحيد المتخصص في علاج وتأهيل مدمني المخدرات في البلاد المركز مصمم على برتكول علاج شامل لعلاج الإدمان والتأهيل مش كفاية أن الفرد يتوقف عن التعاطي لا بالعكس كمان حياة تمشي كويس ويحصل له تأهيل اجتماعي ونفسي وده يطلب متابعة أو بانتظام من المريض ومن الأسرة معا ضد المخدرات وألحق ولدك وغيرها حملات توعوية تضج بها مواقع التواصل الاجتماعي في سبيل تضافر جهود الدولة والمجتمع لجعل البلاد خالية من المخدرات بنهاية هذا العام بوتيرة قوية ومتسارعة تسير جهود مكافحة المخدرات وتوعية الناس ضد مخاطرها جهود يرى مراقبون أنها تتطلب تشديد الإجراءات الأمنية خاصة في المعابر البرية والبحرية والجوية للحيلولة دون دخول مزيد من المخدرات عبدالباق العوض الحرة الحرطون ترجمة نانسي قنقر